السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائي نقاط الله بالصف الثالث الاعدادي يا زيك وشباب ربكم جميعا بخير هنكمل مع بعض النهاردة حل ملحق كتاب جيم حل الاربع امتحانات المرادة يا شباب بدل ثلاثة من اول امتحان العاشر لحد تبتاشر نبدأ نقول باسم الله عن امتحان رقم عشر صفحة مية وخمسة في دايرت بتوين انور ان فريدة are talking about سي جرس انور وفريدة بتكلموا عن اعشاب البحرية فريدة بتقول اريد كتاب شيغ بالامس سألها سؤال انور واضح ان هنا بقول لها عن اي كتاب ده هو يبقى what ونبدل بقى طبعا الفاعل الفاعل ما كان الفاعل يبقى what was it about عن اي كتاب طبعا هنا انور يسأل سؤال تعريف السي جرس اللي هو النباتات تعيش في البحر اعدادا بيكون بجوار الشاطئ واضح ان هو بيقول لها اصدق الكلمة سي جرس او ممكن يقول لها عندنا what is a seagrass ايه هي السي جرس يعني are they useful for the environment هل عشاب البحرية دي مفيدة للبيئة طبعا اكيد مفيدة يبقى yes they are طبعا السؤال هنا فاعل مساعد لازم نجاوب yes أو no how can they be useful for the environment كنا نحن درسنا عشان البحرية واشجار المانجروب بتعمل تقليل التغارب المناخي تقليل الحرارة تقليل التلوث وهاكذا فقول لها عندنا كده they help reduce climate change ينفع قد بيقلل التغارب المناخي أو they help reduce pollution بتقلل التلوث أو reduce temperature بتقلل الحرارة كل ده ينفع في الجملة دي يا شباب طبعا أنور الجملة فريد قال له you are welcome طبعا مفروض دي فريدة مش فريدة يا شباب عشان هنا عندنا فوق فريدة لكن هو غيره خليها فريد في كله مش مشكلة طبعا هنا لما حد يقول لي you are welcome يبقى أنت أقولت له thank you بعد كده السؤال الثاني read and complete فصل يعني حفريات green house غزات احتباس حراري happens يعني أنواع وأشكال happened حدث green glass اللي هي الصوبة الزجاجية climate change has because of us يبقى التغارب المناخي حدث بسببنا إحنا كلمة has لا يزم يجي بعدها تصريف تالت يبقى happened human activities أنشطة البشرية are producing بتنتج huge amount of تنتج كميات ضخمة من طبعا green house غزات احتباس الحراري into our air يعني تنتج تلك الكميات من غاز الاحتباس الحراري في الهواء these are made when we burn fuels هذا يحدث عندما نحرق ايه الوقود الحفري اللي عندنا فصل such as مثلة cool الفحم oil oil يعني البترول and gas والغاز طبيعي to make electricity عشان ننتج منهم الكهرباء run cars and other of transport طبعا تسيير السيارات ووسائل أخرى المواصلات اسمها forms of transport إلى وسائل المواصلات الأخرى and power of industry وقوة ايه وقوة الصناعية كل ده بيأثر على انتاج ايه انتاج غازات الهواء الحراري وده بيزودها طبعا بعد كده في عندنا comprehension قطعي تفهم عن solar energy طاقة الشمسية solar energy is energy from the sun طاقة الشمسية هي طاقة من الشمس and it's the most abundant energy source of on earth يعني هي أكثر طاقة متوفرة على الأرض solar power can be captured and used in several ways طاقة او قوة الشمسية يمكن يتم استعمالها capture طبعا هنا معناها جاية بمعنى يعني تخزن يعني تستخدم بطرق كتيرة بس كلمة capture طبعا في المعارك والحروب معناها انك تبقى خد تحد أسير يأصر يعني يبقى ممكن تخزنها واستخدامها بطرق كتيرة to generate عشان نولد بها ايه electricity energy for homes عشان نولد بها طاقة electrical energy طاقة قهربائية for homes المنازل business أعمال لازل مصانع يعني and more وأكتر من كده solar power is clean neuro renewable source يعني الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة ومتجددة مصدر من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ساعة يقول لنا كلمة clean أو كلمة green الاتنين نفس المعنى solar panels الواحة الطاقة الشمسية produce electricity by changing the continuous flow of energy from the sun into electricity يعني الواحة الطاقة الشمسية تنتج الكهرباء أن يتحول الطاقة المستمرة بتاعة الشمس إلى طاقة أي كهربائية وعن كلمة فلوية يعني تدفق no pollution is produced into the air when electricity is produced by solar panels لا يوجد أي أنواع من التلاوث عندما يتم إنتاج القهرباء من الواحة الطاقة الشمسية it doesn't cost much money ولا تكلف أموال كثيرة the sun provides more than enough energy to meet the whole world's energy needs الشمس عندها القدرة أن هي توفر لنا طاقة كافية جدا أكتر من كل احتياجات العالم من الطاقة and unlike fossil fuels وهي كمان عكس الوقود الحفري it won't run out anytime soon لن تنفذ قريبا زي دلوقتي كل العالم يقول لك الطاقة بتاعة البترول أو الفحم خلاص بتخلص من القرارة الأرضية فبدأوا أبحثوا عن طاقة شمسية متجددة باستمرار لا تنفذيها نكمل يا شباب المية وستة no greenhouse gases are produced when you use solar panels to create electricity يعني ما فيش أي غازات احتباس حراري يتم إنتاجها عند استخدام الواحة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء the sun provides more energy than we will ever need الشمس تتنتج طاقة أكتر بكتير محتاجاتنا so electricity from solar power is a very important energy source in the move to clean energy production يعني استخدال الطاقة الشمسية بخطوة مهمة جدا جدا نحو إيه إنتاج طاقة نظيفة the passage is about القطعة دي كانت عن إيه طبعا عن solar energy الطاقة الشمسية the sun can provide us with energy than we need الشمس تقدر توفر لنا طاقة قد إيه من احتاجاتنا طبعا قلنا أكتر بكتير بأمور than we need we can use solar to produce energy from the sun نستخدم حاجة كده عشان إنتاج الطاقة من الشمس مع solar balance لها الواحة الطاقة الشمسية نروح على أول سؤال في القطعة what kind of energy is solar one إيه نوع الطاقة الشمسية قلنا إن هي طاقة نظيفة متجددة يبقى it's a green renewable energy what do you think is the most important advantage of solar energy إيه في رأيك أكتر ميزة في الطاقة الشمسية قلنا لا تلاوس البيئة يبقى it doesn't pollute our environment name another renewable source of energy قلنا نوع تاني من الطاقة أو مصرر الطاقة المتجددة طبعا طاقة الرياح هي عندنا wind energy نروح على سؤال choose to be something causing little or no damage to the environment حاجة معناها إن هي لا تسبب أي تلف أو أي أضرار على البيئة طبعا اسمها الطاقة المستدامة أو المتجددة اسمها sustainable يعني متجدد أو مستدام زي الطاقة الشمسية I went to the where there are lots of pictures drawing أتستر روحت مكان في لوح وصور وطبعا معرض اسمه exhibition The finally they finally found the cat up on the roof أخيرا وجد القطة على السطح السنننم of finally معنا كلمة finally أخيرا lastly نروح على صفحة 107 عندما رأيت الكلب كنت مرعوب عكس كلمة مرعوب أو خايف يبقى شجاع طبعا كلمة afraid قائف anxious يعني قلق terrible يعني سيء The verb negate can be an adjective by adding a suffix ممكن نحول الفعل دوت إلى صفحة بإطافة إيه I-V-A negative يعني سلبي The opposite of suitable is by adding the prefix عكس كلمة suitable مناسب بإطافة بريفكس بادئة اسمها unsuitable غير مناسب نروح على سؤال grammar Paris and London visit by many people itchier طبعا باريس و لندن مش هيزور نفسهم يتم زيارتهم إذن أصبحت الجملة هنا مبني للمجهول بيتكون مفعود به ثم verb to be مناسب ثم تصريف ثالث ثم buy ثم الفعل لو أنت عايز تكمل يعني الجملة هنا مضارع عشان كلمة itchier كل عام دي من العادات يعني أو الحقائق تاعة السياحة يعني بعزين هنا يا شباب برب to be مناسب باريس و لندن دون جمع يبقى are وتصريف ثالث visited يبقى are visited يعني يتم زيارته When you will be able to take me to get my car طبعا اتفقنا لما نلقى عندنا هنا سؤال في المستقبل لازم يكون في verb to be اللي هي كلمة بي لكن تكويني السؤال بقى يا شباب عندنا لازم بعد أدات استفهام فاعل مساعد ثم الفاعل هو نعكس جاب الفاعل ثم الفاعل المساعد يعني هنعكس يبقى when will you be able to take me to get my car I need a car if I lived in a big city اول من رائع كلمة F الامتحان وحط عليها كذا دايرة ونشوف الفاعل اللي غراها مباشرة لو طلع ماضي يبقى F التانية لو طلع مضارع يبقى F الاولى طبعا lift ماضي يبقى F ايه التانية اللي هي بتكون من would أو could وبعد المصدر يبقى I would need a car هحطك سيارة لو انا عشت فين في مدينة كبيرة I arrived at work late because I missed the bus خلي بالك الابوستروفي دي دي كلمة had بقى الصحة عندنا اسمها ايه had missed طبعا الفاعل في الامتحان تكلمتها missed بس لان كلمة had موجود I arrived at work late because هنا يا شباب طالما قبليها ماضي بسيط بعدها ماضي ايه تام بيكون من had وتصريف تالت بس ان طبعا هنا الابوستروفي دي دي هيقتصر كلمة a had يبقى الصحة كتب missed بس يا شباب going لازم يجي بعديات ومصدر يبقى what is she going to cook تانية يا شباب جمله لقم اربعة because من ضمن الكلمات لما يجي معها ماضي يجي قبلها ماضي بسيط تصريف تانية هوت ثم ماضي تام بيكون من had وتصريف تالت بيقولك انا وصلت العمل اخر لان الاول حصل حاجة الاول اللي هو ايه انا ملحقتش الاتوبيبس بعد كده في paragraph a review of the job that you would like to do اعمل كده مقالة عن وظيفة نفسك تعملها في المستقبل تعال نشوف كده ابنية يا شباب it said that you should love what you do to do what you love يقال ان يجب ان تحب ما تفعل حتى تفعل ايه ما تحب لايه ايه حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب it's very important to do your favorite job in the future مهم جدا انك تؤدي وظيفة انت بتحبها في المستقبل if you have an interesting job لو عندك وظيفة شيقة يقول be creative مبدع جدا فيها and clever وماهر جدا فيها we live at the age of media and technology احنا عايشين في عصر الميديا والتكنولوجيا الإعلام والتكنولوجيا يعني which provide us وده بيوفر لنا a lot of new jobs مظائف جديدة I'd like to be a TV presenter نفسي اكون مقدم ايه في تلفزيون مزيع يعني I'd like to be on TV talking to people عاوز اكون على التلفزيون اتكلم مع الناس I'd like to be a presenter of a talk show program عايز اكون مزيع في برامج التوك شو I think talk show programs برامج التوك شو are very helpful for people مفيدة جدا للناس they give them news بيقولون الأخبار they give them new ideas أفكار جديدة and advice نصايح I think a TV presenter should have a good voice يجب المزيع يكون عن صوت كويس and appearance هو مظهر كويس he should be a quick-witted tool لازم يكون سريع البديهة أيضا كلمة quick-witted يعني سريع البديهة تعالا بروح على الامتحان اللي بعديه الامتحان الحداشر وسنة بيكلم ريز وسنة is asking riz about life in 2050 سنة الفين وخمسين بيتوقعوا شكل الحياة عمل ازاي وسنة بيقول يطرى شكل الحياة عمل ازاي في مدينتنا سنة عشرين خمسين فقال له جملة قال له I'm not sure أنا مش متأكد أو من الكلام أو مش موفق عليه أوي perhaps لكن ربما cities will be smart تكون ايه مدن كلها زكية شغال بقى كمبيوتر وانترنت وهكذا وضح أن فوق ريز قال له وسنة جملة زي كده I think it will be more comfortable أعتقد تبقى أكثر ايه راحة هنا كلمة موري شاب سوري نقص ايه هنا فقال له I'm not sure perhaps it is will be smart قال له يمكن بس ممكن كمان تكون المدن زكية سأله سؤال قال له I'm sure that buildings will be much taller قال له أعتقد أو متأكد المباني تبقى أكتر طولا من دلوقتي وضع أن فوق قال له طب والمباني عاملة ازاي رأيك ايه في المباني في المستقبل فقال له what about buildings in the future يا ترى ايه رأيك المباني في المستقبل تبقى عاملة ازاي فقال له عندنا جملة فقال له what do you think طبعا هنا لما قال له I'm sure that buildings will be much taller وضع أن هنا رزق إما يوافق إما يرفض الرأي ده هنا قال له I think so أنا كمان أعتقد ذلك أو ممكن يقول له I agree with you أنا أتفق معك what do you think يا ترى شكل المباني تعمل ازاي فقال له ربما يكون هناك سيارات طائرة ورح سأله سؤال بعد الجملة واضح أنه أسامة هنا قال له واضح أنه أسامة مش معجب أول فكرة بتاعت السيارات طائرة هنا طبعا رزق يقول له انت هي رأيك إن هل في طيارات طائرة وده لأ سيارات طائرة وده لأ فقال له عندنا what do you think ما رأيك واضح أن هنا مختلف معفل رأي فقال له I'm not sure flying cars might not be very safe قال له الطائراء السيارات الطائرة ربما تكون إيه أقل أمانا يعني قال له I think that's very likely بعد كده يعني اتجاهات positioning يعني موقع أو تحت الموقع provide يعني يوفر أو يزود أو يمد به to make يعني أن يصنع make يصنع profession يعني مهنة أو حرفة satellites are important to us in many ways أقمار الصناعية مهمة جدا لنا بطرق كثيرة they us with radio and cable television يهو بيوفروا لنا الراديو ويلبس التلفزيوني يعني أو الكابلات التلفزيونية وضع أن هناك كلمة يوفر يبقى they provide us they allow us phone calls from long distances بيسمحونا إن إحنا نجري مكالمات تلفونية عبر مسافة طويلة جدا طبعا اللاو بعدها فعل two مصدر يبقى الصحة عندنا to make phone calls from long distances they provide us with global system طبعا GPS إختصاره global positioning system نظام تحديد المواقع so that we know exactly where we are عشان كده بنعرف مكاننا بزدط فين and we can find directions ونعرف اتجاهات to anywhere we want to go نعرف اي مكان نروحه ازاي في العالم بعد كده في قطع عن التلويس والاحتباس الحراري والإمبعاثات غاز ثاني وستة الكربون وغيره يعني. يبقى تعريف انبعاثة الكربون وعبارة عن كمية غاز الحتاس الحراري واللي بيشمل ثاني وستة الكربون وغاز الميثان يتم انتاجه عن غبر الانشطة اللي حاب نعملها كبشر يعني. عالميا معدل المسموح به المعدل الموجود دلوقتي بالنسبة لكل شخص اربعة طن سنويا بيحصل منه انبعاث حراري. عشان تجنب ارتفاع الحارات الارض عموما يعني اتنين درجة. لازم نقلل معدلات انبعاث الغازات الاحتماث الحراري بالنسبة لكل فرض الى اقل من اتنين طن ايه في السنة وده لازم يحصل قبل سنة الفين وخمسين. نعدل بعض صرفاتنا وسلوكياتنا ده ممكن يحصل. ناكل لحمة اقل. طبعا بيتكلم ان هو آآ تربية الابقار الكتيرة مخلفاتها بيطلع منها غاز ايه المسان يعني. عشان كده بقول لك قلل اللحمة والتنين قلل عدد ايه الحيوانات. طبعا الكلام ده يا شباب لحد ما مش هعارف ازا كان مضبوط علمينا اقول لأ. يعني نقلل شوية رحلات الجوية. وما لابسنا نبدأ آآ يتم تكفيفها بالطريقة العادية. ما استلمش فيها مواد كيميائية او مواد او حتى اجهزة تكفيف يعني. عشان تستهلك طاقة كبيرة برضو. لو عملنا الاجراءات السهلة دي ممكن يحصل ايه تغير كبير في موضوع تخفيض درجة ايه الحرار. نروح على مية وتسعة. وانا هو اكتر الطرق الفعالة عشان نبدأ نحفظ على البيئة بتاعتنا. نبدأ التفكير عن ايه بقى نتفكر في ايه. ازاي نقلل امبعاثات الكربون الخاصة بكل فرد. ايه بقى الطرق? عيه التفكير كم الكمية وكم مرة. انت بتسافر. سافر طيارات بليل. لان طيارات بتسبب امبعاثات الكربون. انك انت تقلل على د رحلاتك الجوية. معدل رحلة واحدة حتى. ده يقلل غاز اه او امبعاثات الكربون. سوق سيارتك اقل شوية. استخدم موساطة العامة. تخيل كده لو عندنا سبعين فرد ركبين عربياتهم في الشارع. سبعين دولار رجب واحد او متر الانفاء. هيقللوا كتير جدا باعثات الكربون. اف نسيسري باي انيو كار. لو ضروري جدا لك العربية. اشتري عربية ايه جديدة? زي العربات ايه? الكهربائي. نروح على اول سؤال للشباب. الفكرة الرئيسية في القطع هنا. طبعا هيبقى عندنا شباب. how we can reduce our carbon footprints. زي نقلل مبعثة الكربون. using transport can help to reduce carbon footprint. استخدم ايه كموساطة يعني بيقلل مبعثة الكربون طعا وموساطة عام نسمع public transport. we need to reduce as the average carbon footprints. number three we need to reduce the average carbon footprint for a person. two tons. يجب ان نقلل معدل امبعاثة الكربون بالنسبة لكل فرض الى اقل من اثنين طن زي ما قلنا. وعندنا less than two tons. قلنا under two tons يعني less than اقل من. what does a carbon footprint mean? ما معنى امبعاثات الكربون. قلنا عندنا it means the amount of green house gases reduced by our actions. يعني كميات غاز الحتراث الحراري التي يتم انتاجها عن طريق انشطة ايه البشر. small changes to your actions will reduce your carbon footprints. بعض التغيرات في عادتنا او اسلوب حياتنا او افعالنا. ده ممكن يقلل امبعاثة الكربون. give exams. بدنا امثلة زي كده مسلا يا شباب. قلنا drive less. نسوق سياراتنا الشخصية قليل. use public transport. ونستخدم مواسطة عامة. ده ممكن يفرق كتير في معدل امبعاثة الكربون. how do you think we can reduce carbon footprints barrier? في رأيك ازاي نقلل امبعاثات الكربون كل سنة. قلنا ممكن نعمل كده. by using green energy. استخدم طاقة نظيفة. for your flights. استخدم لحات جوية اقل. وكمان استخدم public transport. نروح لها سؤال choose. we expected that you would succeed. احنا توقعنا ان انت تنجح. the antonym of succeed. عكس كلمة succeed. قلنا fail يرصب. the synonym of friendly. معنى كلمة friendly. يبقى طيب او عطوف. is an area with many solar panels that provide electricity. منطقة مليانة الواح. تعد طاقة الشمسية. بتوفر لنا الطاقة القهربائية. او بتونتيك الطاقة القهربائية. اسمها solar farm. مزارع انتاج الطاقة الشمسية. نروح الى 110. australia is the smallest in the world. استراليا هي اصغر قارة في العالم طبعا. continent قارة. Egypt is a country but the nationality can be formed by adding suffix. Egypt هي اسم الدولة. بس ازاي نكون الجنسية بتاعتها. منطفلها i am. we can change the meaning of the word ability by adding the prefix. ممكن نغير معنى كلمة ability. منطفلها بادئة اسمها disability. ability قدرة. disability العاقة او عدم القدرة. نروح الى اتخذنا قاعدة اسمها اعتادة ان. اسمها used to. وبكون سؤال عليها بكلمة did. يبقى هل اعتدت ان تأكل كثير من الحلوة عندما كنت طفل؟ تبقى عندنا الاجابة يا شباب. did you use to eat many sweets? he said that his mother was here. طبعا التحويل من مباشر لغير مباشر. من direct a reported. بنحول كلمة here الى ايه? الى there. here يبقى there. هنا تبقى هناك. what will the weather is like tomorrow? اتفقنا ان كلمة will بيجي بعدها مصدر. is here مش مصدر. ده المصدر بتعبر بيها كلمة be. يبقى what will the weather be like tomorrow? two new computers added to our office last April. طبعا اه ضموا او اضافوا جهازين الكمبيوتر للمكتب بتاعنا الابريل الماضي. طبعا الاجهاز دي مفعول به. يبقى الجملة دي ايه? مبني للمجهول. بسب. become mean verb to be مناسب. ثم تصريف تالت. هو من دينة تصريف التالت ومحتاج من ايه? verb to be مناسب. لازم نفكر الاول في الجملة ازا كانت مضرعة ولا ماضي. ده في كلمة last April. يبقى الجملة ماضي. بقى انا عايز ايه مواضي ايه مواضي ايه موار. كمبيوتر زي جامعة يبقى where added. we stop for lunch when we get to the next station. قاعدة تاعت وين? زي قاعدة اف بالزبط. بعدها مضارع يبقى قابليها مستقبل. يبقى we will stop سوف نتوقف للغدا عندما نصل الى المحطة القادم. بعد كده a biography السيرة الزاتية. وفي دكتور فاروق الباز. وخلي بالك السنة دي تم التاني. تم تعديل الانتحان. بقى يجي باراجراف عادي جدا وايميل كمان. طبعا عندنا نشوف البراجراف عن فاروق الباز. ايجيبت has a lot of famous scientists. مصر فيها علماء كثيرين. one of the most important scientists in ايجيبت is dr. فاروق الباز. واحد من اعظم علماء مصر هو فاروق الباز. he was born in the azir on 12th january 1938. he is married with four daughters. عنده اربع بنات and six grand children. ستة احفاد. he is an Egyptian space scientist. عالم فضاء مصري. he studied geology at the university of suhaq. درس الجيولوجيا في جامعة suhaq. he also studied in Germany for ten years. وكمل دراسة عشر سنين في ألمانيا. he worked with NASA. عمل فوقات الفضاء الامريكية NASA. on exploring the moon. and planning of the Apollo program. وكم بيخطط لمشروع او برنامج Apollo لاطلاق المركبات الفضائية. he studied the geology of the moon. درس جيولوجية سخور يعني تحت القمر. so he advised the astronauts. campaigned zahraudal fضاء. where to land. أين يمكنهم الهبوط. he also studied the deserts of the earth. كمان درس سحراء تحت الأرض كلها. he used satellites to find rivers. استخدم الأقمر الصناعية. هو مشروع اسمه كده الإسشعارة عن بعض. لإيجاد الأنهار. that were under the sand. تحت الرمال. لها الأنهار الجوفية. he helped Egypt and many countries. saired مصر ودول تانية كتيرة. to find underground water. لإيجاد المياه الجوفية. now he is the director of the center for remote sensing at Boston in USA. أصبحت الوقت المدير مركز الإسشعارة عن بعض في بوستن ولاية أمريكية. we are all proud of dr. فاروق الباس. كلنا فخرين جدا. دكتور فاروق الباس. نروح يا شبابه على الامتحان اللي بعدين. الامتحان رقم 12. صفحة 111. نجلاء. نجلاء وإمان. يتكلموا عن تنبؤتهم للمستقبل. hi man how are things? كيف حالك? وعن ردة الطبيعة بتاعنا. في سؤال. لا. اعتقد سوف نعيش في الفضاء. وضح انك هو بتقول لها. يا ترى هنعيش في مستقبل. اين يعني? يعني. بعدين فاعل المساعد. بعدين الفاعل. عشان عندنا التكنولوجيا اللي ممكن تخلينا نعمل ده. انها ايه دوة يعني اللي هو المعيشة في الفضاء. وضح ان انا بتقول لها. لماذا تعتقد ذلك؟ هل تعتقد ان احنا في يوم الايام ممكن نعيش تحت المية؟ طبعا هنا في سؤال تاني يا شباب. هل تعتقد ان ممكن نعيش تحت المية في يوم الايام؟ في هنا اجابة. بس مش ايام في اي اجابة. لازم نكمل قراءة. قلت لها. ليه لا تعتقد ذلك؟ وضح ان انا قلت لها فوق ايه؟ لا اعتقد ذلك. قلت لها ليه رأيك لا مش هينفع نعيش تحت المية؟ ليه؟ طبعا ممكن ناخد نفس اللي اجابة لفوق دي بس نعم فيها. نقول عندنا كده مش عندنا التكنولوجيا اللي اتمكننا من المعيشة تحت المية. قلت لها يعني متعدد او عديد. لاجل افتر بعد. قال طولت اغبرة. طبعا الشرطة تبحث عن شخص سرق 1500 جنيه من محل في شرع التحرير. يبحث عن يعني اسمه لك فور. الشرطة قالت الشرطة قالت رجل ده داخل المحل ساعة تسعة. اخد اشياء كثيرة. خرج من المحل ثم يدفع المنتجات اللي اخدها. الشرطة قالت الشرطة قالت بعد كده في قطع الفهم مصر فيها اجمل الاماكن الطبيعية اجمل المناظر الطبيعية تشتمل على الصحاري والارض الخضراء وكمان البحيرات النقية في المياه الطبيعية. ايجيبت is bested by more than 14 million tourists every year. يتم زيارة مصر عن طريق 14 مليون سائح سنوية. شرم اللولي بيتش شاطئ اسمه شرم اللولي is located ده واقعه فين بها. ده واحد من اجمل الاماكن في البحر الاحمر. المكان ده يا شباب يعتبر وجهة رئيسية لكل المسافرين لمرسعالم لان المياه بتاعته ناقية جدا لونها ازرق. وجود مياه ناقية هناك وشواطة نظيفة خلوا المكان ده مكان مثالي جدا اللي عمر ده اسمها ايه سنوركلينج اللي هي عبارة عن لبس كده ماسك على الوش وتيوب بتاع التنفس وتبقى نازل بس مش غطس في الماء او ديبقى على وش الماء لكن شايف كل حالة تحت ايه الماء. الناس حبه المكان ده لان الحياة البحرية فيه مدهشة جدا. ده محظوظ جدا اللي هو شفت السلاحة البحرية النادرة اثناء الغوص في رحلات ايه الغوص. صفحة 12 العامل الجذب الاساسي في هذا الشاطئ موقع هذا الشاطئ وسط ايه الطبيعة؟ مجرد متوصل هناك يعني او متوصل هناك هتعرف هو ليه يحتل مركز الصدارة فين؟ في الشرق الاوسط كمكان سياحي والمرتبة 22 على العالم في الوجهات السياحية طبعا شارم اللولي بيتش شاطئ شارم اللولي الناس اطلقوا على هذا الشاطئ باردايز يعني جنة طبعا موتر مية بتاعته جذابة جدا كم سائح يزور مصر كل عام؟ شارم اللولي ده واحد من اجمل الاماكن في البحر الاحمر تصر هذه العبارة طبعا قلنا ان في حاجة مهمة جدا تميزه موقعه في وسط الطبيعة الاماكن الاخرى اللي ممكن ترشح على السياح اللي بيزور مصر؟ عم بنقول بقى اهم المعالمة السياحية حسب انت بعرفتك قلنا هنا هور جدا الغرداء برامس باهرامات زي جراند ميو زي من المتحف اي الكبير ممكن تزود لوكسور واسوان اليكزاندريا زي من تعرف طريق بروب مكانين انتقل علي القطارات مقوم من قطبان صلبة او حديد يعني طبعا اسمها ريالويسة كالحديد هدفنا الرئيسي زيادة المبيعات معنى كلمة يزود يعني يزود برضو طبعا misuse يسي استخدام preserve يحفظ reduce يؤلل we want to support the new project نحن نريد ان ندعم المشروع الجديد not to destroy it ان لا ندمره the opposite of destroy عكس يدمر ايه protect يحمي نروح على صفحة 113 you can get the adjective from robot by adding suffix ممكن تجيب الصفة من قمة الربط نضيف له اخرها لاحقها اسمها ايه number five i went to the where there are lots of pictures drawing etc رفت مكان زرت المكان ده في كثير من اللوحات والرسومات الى الاخير والاخير طبعا المكان ده اسم معرض exhibition the noun cycle can be verb by adding the prefix كلمة cycle يمكن ان تحول الى فعل باضافة بديئة لها ايه recycle يعيد التدوير نروح على سؤال grammar where did you used live mason اين عتدت ان تعيش يا مازن عندنا قاعدة بتقول did بيجي بعدها مصدر بس يبقى عندنا where did you use طبعا كلمة احتداء used to يبقى where did you use to leave mason اين عتدت ان تعيش يا مازن it be rain for three hours it is still raining بتمطر بقالها ثلاث ساعات وما زالت تمطر هذا الزمن اسمه المضارع التام المستمر كو من have او has وبعدم been تصريف ing يعني فعل اخر ing يعني يوسحها عندنا has been raining يعني فعل حدث في الماضي وما زال مستمرا حتى ايه الان طبعا الطريق ده في الماضي يبقى هذه الجملة ماضي وامريكا لم تكتشف نفسها بنفسها لا تم اكتشفها يبقى الجملة دي ايه تمام بسف بسف يعني مغنين المجهول يبقى عزين verb to be مناسب امريكا مفرد في الماضي تم اكتشفها عندما تتوقف امطار سوف نكون قادرين على الرؤية جيدا اللي بعد able لازم تمصدر يبقى to see احمد has chosen to study mass at university اللي بعد حرف جارة two بيجي infinite المصدر يبقى احمد اختار ام يدرس الرياضيات في الجامعة يبقى study بس بعد كده a biography of فاروق شوشة كنا درسنا الشخصية دي في المنهج بتاعنا يا شباب فاروق شوشة was born in 1936 he was born in domiotta he was an Egyptian poet كان شاعر مصري he presented a popular television program امسية ثقافية culture evening قدم برنامج مشهول جدا اسمه امسية ثقافية from 1977 to 2006 هو انا يا مستر لازم احفظ الارقام لا ممكن الارقام ما تحفظهاش he used to read poetry in his free time at his early age اعتاد ان يقرأ الشعر منذ ان كان طفلا يعني he began reading arabic poetry at the local library بدأ يقرأ الشعر العربي في مكتبه محلية في دميات he could read a lot of the pre-islamic period قرأ الشعر من قبل الاسلام لشعراء الجاهلية to modern poets حتى شعراء المعاصرين he joined the university and he was known as the student's poet طحب الجامعة وكان معروف هناك باسم ايه شاعر الطلبة after he had graduated بعد التخرج he began to work as a radio presenter اشتقل كمقدم زاهبة radio he became the head of the Egyptian radio واصبح رئيس او مدير راديو المصري after that he moved to the television انتقل لتلفزيون and he was named the guardian of the language واطلقوا عليه اسم ايه حامي اللغة العربية he was one of the greatest presenters in the Egyptian TV يعتبر واحد من اهم مقدم البرامج في التلفزيون المصري تعال نروح على امتحان رقم 13 صفحة 14 وده اخر امتحان النهاردة يا شباب سوزي وشريين بكلمه عن اهمية الجرائط او الصحافة يعني هلو شريين how are you طبعا i'm fine طبعا طبعا وطبعا وانت عاملة ايه طبعا i'm also fine انا كمان بخير في سؤال اطلا i'm going to buy a newspaper انا زاهبة لاشتري الجريدة وضح تقول لها اين تذهبي where are you going do you read newspaper regularly هل تقرأي الجرائط بانتظام طبعا yes i do طبعا i also like reading newspaper وانا كمان بحب اقرأ الجرائط i always read the newspaper which is called the storehouse of knowledge تقرأ جريدة اسمها عندنا بيت ايه المعرفة يعني بعد كده في سؤالة طبعا طبعا i don't trust getting news from the website انا لا اثق في الحصول على المعلومات او الاغبار من المواقع الانترنت وضح انا بيتقول لها هل انت تحصل على الاغبار ساعات او بتقرأ الاغبار على الانترنت لها do you get news from websites or from the internet لها no i don't trust انا لا اثق getting في الحصول على news from the website هنا بيتقول لها وانا كمان i don't trust them either ليقولنا كنت either هنا عشان الضمن من فيه في الاسبات بقول to ايضا وفي النفي بقول either برضو معناها ايضا لكن مع النفي بلوشن التلاوث المحافظ are going طبعا ينفع معناها سوفة او معناها يذهب سوفة السكان او الكثفة السكانية apartments يعني شواء we have just heard that the government is going to do a lot of projects in the capital سمعنا اغبار الحكومة بتنفذ مشروعات في العاصمة they to build طبعا هم هنا they are going to build سوفة يبنوا many blocks كثير من العمارات with many apartments مليانة شواء كتيرة the governor المحافظ said that the city needs more houses for its population قال المحافظة عوزة او المدينة عوزة مساكن كتيرة للسكان اللي فيها I think there won't be housing problems in Egypt in the future اعتقد لن تكون هناك مشكلة اسكان في مصر في المستدل بعد كده نتكلم عن deforestation اللي هي قطع الغابات is the act of cutting down trees هي عبارة عن قطع الاشجار deforestation can happen in some lands قطع الاشجار بيحصل في بعض الاراضي these lands may be needed for building houses or setting up factories تلقى الاراضي يمكن محتاجين لها ليه؟ لبناء منازل او انشاء مصانع even building roads حتى بناء الطرق need cutting down trees محتاجة برضو قطع ايه اشجار deforestation is affecting wildlife as well قطع الغابات ده بيأثر جدا على الحياة البرية many animals have lost their habitat or their place of living كثير من الحيوانات فقدت موطنها او بيئتها اللي كتعايش فيها trees produce oxygen and take in carbon dioxide فايدة الاشجار ايه؟ لانها تنتج غاز الاكسجين وتأخذ غاز الاكسجين الكربون it can lead to several problems if deforestation is not stopped سوف يؤدي قطع الاشجار الى كثير من المشاكل اذا لم توقف عملية قطع ايه الغابات it can lead to global warming ده يؤدي الى ارتفاع الحرار العالمي حتى بس حراري يعني فيضانات كلمة uncontrollable يعني لا يمكن التحكم بها as trees can protect us from them لان الاشجار ممكن تحمينا منهم protecting trees should be the top of interest of governments حماية الاشجار يجب ان تكون الاولوية الاولى عند الحكومات we should grow more trees in the forest يجب ان نزرع اشجار اكتر في الغابات this would help to resolve the loss of trees cut down ده ممكن يعوض خسارة تقطيع الاشجار more ever the use of plant based product should increase واستخدام موارد ايه تكون مستدامة غير منتهية طبعا عندنا نشوف يا شباب اول سؤال this passage is talking about تلقى القطع بتتكلم عن ايه طبعا قلنا بتتكلم عن deforestation السؤال الثاني trees can protect the environment from ان في القطع الاشجار ممكن تحمينا من ايه من نطيق اضاناتي و floods governments الحكومات should be interested in protecting trees يجب ان تكون مهتمة بحماية الاشجار what does deforestation mean ما معنى كلمة deforestation ان قطع الاشجار يبقى it means cutting down trees what do you think people cut down trees للناس في القطع الاشجار ان كذا سبب ندبنوهم مثلا عندنا to build houses and factories وممكن كمان roads طلقات how can we solve the problem of deforestation ازاي نحل مشكلة القطع الغبادة وان نزرع اشجار اكتر ونوقف شوية قطع ايه الاشجار دوت by growing more trees and stop cutting in them يعني زراعة تمثل اكتر او اشجار اكتر والتوقف عن قطعهم مرة تانية نروح على سؤال choose we should try to buy sustainable products يجب ان نستخدم او نشتري منتجات مستدامة يمكن اعادة تدويرها متقددة يعني the synonym of sustainable معانا كلمة sustainable يعني مستدام يعني continuous يعني شيء مستمر معانا كلمة temporary يعني مؤقت uncommon غير شائع usual معتات crackles catch and they eat many animals including mongoses birds and rabbits طبعا الكراكال ده كنا نرسناش بالهو القطة البرية يعني is when you work often without pay to learn about the job انت تعمل بدون اجر عشان تتعلم وصهم معينة يبقى انت فتر تدريب اسمها innership يعني فتر التدريب على العمل طبعا كلمة polar يعني قط كلمة herbs يعني عشاب marison does bael marison اللي هو حوالي تنواربعين كيلو متر عكس كلمة agree بيتكون ازاي منضيف بداية اسمها disagree a dis اخر صفحة النهاردة شباب 116 العالم بيواجه مشكلة اسمها زيادة السكان عكس مشكلة يبقى solution الحل عشان تحول كلمة read الفعلة ده الى اسم شخص قارق يعني بنضيف اي صافيكس الحق اسمها reader قارق يعني سؤال i don't think i won't be able to meet you tonight طبعا ما ينفعش نجيب نفي don't مع نفي تاني لان النفي النفي هو اثبات الصحة عندنا بعد النفي هنا هيكون في اثبات i will يبقى لا اعتقد ان هقدر قابلك النهاردة الرسمة ديت اتباعت باكتر من الف جنيه الليلة الماضية طالما انجب لك الرسمة هنا غير عاقف الاول مفعول به وبعدين جملة هنا مبني المجهول لان المبني المجهول بيبدأ بمفعول طيب بيكون ازاي يا شباب الباسف ده او المبني المجهول بيكون ب مناسب وفي الماضي ثم تصريف ثالث هو هنا قطر خيره ويدينا تصريف تلت جاهز يبقى عايز ايه مناسب جملة في الماضي واللوحة مفرد يعني تم بيعة اللي بعد فعلا اخر ايه يبقى هل تمانع فتح الباب من فضلك حفظنا خلاص ان عايز اقبليها يبقى يعني لوقت اتأخر اعتقد ان هو مش يعرف يعمل وجه ايه النهاردة كلمة او اي كلمة تقول بعدها مدة زمنية يبقى الزمن ده مضارع تام وستمر ان هي اكلت شوكولاتة طول اليوم الصفح مضارع تام وستمر بيكون من وهاز او هاز يعني يبقى هي تشعر للأدنين بالمرض بعد كده فيه ونخذ نقص اسمها السيدة الحديدية او المرأة الحديدية تعالى نشوف كده ابنائي طبعا ممكن تكتب اي قصة تريدها زي مثلا روانسون كروزا قرانا على ناقل كده سندريلا لانتعاوز reading is very important our life it gives me new ideas and why there is my mind القراءة مهم جدا في حياتي تدين افكار جديدة وتوسع تفكيري وادراكي وعقلي يعني I like reading English stories in my free time احب اقرأ قصة انجليزية في وقت فراغي My favorite story is called The Iron Woman قصة الفضالة اسمها المرأة الحديدية It was written by the great writer Ted Hayes كتبت هذه القصة بوصل الكتب العظيم Ted Hayes وهو كتب امريكا شباب اسمه Ted Hayes It's about an iron woman برا عن قصة القصة يعني قصة بتاعتبت ايه حدثها ايه يعني ان في امرأة حديدية who wanted to destroy a factory ارادت ان تدمر مصنع because it polluted the rivers كان بيلوث الانهار and they killed many fish وقتل اسمك كتير The iron woman had a special power السيدة الحديدية دي او المرأة الحديدية عندها قوة خاصة that she could make all the workers in the factory become fish تخلي جميع العمال المصنع اصبحوا ايه سمك She wanted them to understand how they heard the fish كانت عايزاهم بس يسهموا ازاي هما بيئزوا الاسمك A girl called Lucy في بنت صغيرة اسمها Lucy whose father was one of the workers ابوها كان احد العمال في المصنع لتحول سمك يعني try to help them بتحول تساعدهم She asked the man the iron man iron man ده رجل حديدي who was her friend كان صديق للمين Lucy to help her ثلاث من المساعدة the iron man talk to the iron woman and the agree to let the worker become human again رجل الحديدي تحدث مع المرأة الحيادية واتفقوا خراص وهم يرجعوا العمال تاني الى بشر The worker promised not to lose the river again العمال وعدوها لن يلوثوا النهر مرة اخرى The story is amazing قصة مدهشة جدا and teaches us تعلمنا to protect our environment ازاي نحمي البيئة The characters الشخصيات are interesting شيقة The actions The actions are exciting مسيرة I liked it very much حبيت القصة ايه جدا كده يا شباب الحمد لله خلصنا اربع امتحانات من العاشرة تلاتاشر ان شاء الله فيديو اللي جاي برضو هنحاول نخلص بقت الامتحانات هم عشرين امتحان يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم من التقفير للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته